ده الانترو بتاعنا عن بيجرامي وعن البطولة العربية هنروح لأخبار أخبارنا طبعا بتتصدر أو يتصدر مشاهد وقت كرة اليد عايزين التطمن عليها كرة اليد لعبة ست جولات في الدور اليد وبكرة ان شاء الله جولة السبعة مع أصحاب الجياد المباراة هتطلعب الساعة الجولة التسعة الجولة التسعة معلش في جولة ملعبناش للأهل باي أنا عشان كده لخبطت مش عشان حاجة هو في جولة احنا ملعبناش لأن الأهل كان باي ملعبش فدي الجولة التسعة هنلاعب أصحاب الجياد المطش هتلاعب الساعة أربعة العصر على صالة الأمير عبدالله الفصل بأهل الجزيرة زي ما قلت لحضراتكم الأهل يلاعب سبع مطشات كسبنا ستة وخسبنا واحد وعندنا تسعتاشر نقطة وزي ما قلت لحضراتكم أنه أدوار دي أدوار ترتيبية هيتأهل الستة الأوائل والمطش اللي جاي يكون مع نادي المنادي اللون في يوم الجمعة القادم أتوقع ان شاء الله ان احنا يعني هنفوز في كل مبارياتنا مش هم عندنا مشكلة خالص ونتأهل من الستة اللي فوق وبعد الستة اللي فوق نلعب رايح جاي قدي عشر مطشات تانين وبعد كده هتأهل أربع فرق من الستة نلعب رايح جاي تمن مطشات يعني لسه كتير لسه كتير ولسه في يناير كمان عندنا بطولة أفريقية المؤهلة بطولة عالم منتخب مصر يشارك فيها فطبعا الدوري هيقفله بتاع شهر ونص شهرين لسه كتير ولسه الدوري في أوله فطبعا كل التوفيق لكابتن طبعا طريق محروس واللعيبة وإن شاء الله يتواجه بتورة الدوري السنة